لم يكن يوما عاديا كباقي الأيام بل حدثا استثنائيا خرج فيه اليمنيون من ظلمات الاحتلال والاستعمار إلى نور الحرية والاستقلال لقد مثل جلاء آخر جندي بريطاني في الثلاثين من نوفمبر تتويجا لنضالات اليمنيين في الشمال والجنوب وانتصارا لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وبين الطلقة الأولى التي تفجرت شرارتها في الرابع عشر من أكتوبر عام ألف وتسعمائة واثنين وستين وبين إعلان الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين قدم اليمنيون خلال أربع سنوات الكثير من التضحيات الجسيمة للخلاص من جحيم المستعمر البريطاني ولم يكن الاستقلال هو المكسب الوحيد فقد شكل رحيل الاحتلال البريطاني منعطفا مهما نحو توحيد الأراضي اليمنية تحت راية وقيادة واحدة والقضاء على السلطنات التي خلفها المستعمر لتكريس الانقسام وتغذية الصراعات بين اليمنيين الكثير من المكاسب التي لا يمكن حصرها لكن أبرزها ميلاد الجمهورية اليمنية الواحدة والدولة المستقلة التي يعترف بها كل العالم رغم ما تعانيه اليوم من حرب وانقسامات ترجمة نانسي قنقر